خلاص براحتك تليفون بسيط لأحمد وقوله لحضرتك حامل ينزل مصر وشوفيه بقى هيعمل فيك ايه انا بقولكيش انت يا مام انا بقوله ماما شايماء يلا يا ماما شايماء انا جعان قوي لو سمحت يا احمد اطلع بره دلوقتي انا محدش بيحبني انا خلاص هانت وهريحكم مني خالص ايوا يا احمد خليك يا حبيب عندك احنا محتاجين لأي قرش دلوقتي وانا اول مولد هقولك على طول بقولك ايه انا هقولي اللي انا خايفة من الحسد وما حدش يجيلي كتير لما ولد وبالطريقة دي ما حدش يقدر يكشفنا بالراح وطي صوتك انت تعبان دي دلوقتي اللي لسه بدر عليك طيب خلاص انا هروح اجيبلك الدكتور بس استحمل انت لسه بدر قوي عليك دل اللي حصل في الحلقة اللي فاتت لما اكمل لكم ايه اللي هيحصل في الحلقة دي ادعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بعد ما عدت اصرخ كنت تعبانة قوي وكنت حسن انا هولت الدكتور جي وفعلا ولدت في البيت كنت فرحانة قوي ولدت بنوتة زي الامر تعبت اقوي في الولادة بس تاني يوم الباب خبط شايماء قالت لي معلش هدير قومي افتح الباب قلت لها انا مش قادرة والله ما قادرة يا شايماء قايت لي معلش زمانها حمادي قومي افتحي لها الباب لو شفيت ان انا هتشك في الموضوع قومت غزل عني ومشيت ومكتش قادرة امشي لغاية ما وصلت لغاية الباب فتحت الباب لقيت حماتي فعلا قدامي بصيت لي وقالت لي ازاي ما تتصلش بيا لما سلفتك تولد قلت لها انا كنت مشغول وكنتش هارفة اعمل ايه معلش معلش يا مو ما نسي دخلت انا وهي عند شايماء شايماء اول مشافتها قتلها تعالي يا مام شوفوا امني حلوة ازاي الف الف مبروك يا حبيدتي تتربف عزك انت واحمد انا مش مصدق اخيرا شفت بنت احمد قلت لها مام معلش انا تعبان وصغرانة الليل ممكن ندخل نام شوية قلت لي قبل ما تنامي اعملي كباية موغات لسلفتك انت عارفة لا هي لسه تعبان ومحتاجة تغزي مشيت وعملت كباية الموغات مكنتش اترقف على الرجل ما انا كمان تعبان انا اللي والد بس للأسف هما معرفوش الكلام ده وقدمت الموغات لسلفتك ورحماتي وطلعت بره وانا وقفة بره سمعت حماتي بتقول لها مبروك يا حبيدتي البت زي الامر بس شمعنا امنية يعني سمتيه دي امنية من عند ربنا يا مام والحمد لله اتمنتها وربنا الديهان قلت الجوزك اتصالت بيه وقلت له انت قلت مام اتصل بيه انت بقى انا تعبانة ومش قادر وتقول لي صحي عماتي قالت لها انا هقول لك كلمة بقى يا شماء واسمع كلامي انا مش عايزة هدير تقعد معك قالت لها ليه بس يا مام ده هدير كويس يا حبيبتي اللي مش عايزك تاخدهان انت وجوزك كيفية بقى اللي انت بقى لكو سنين ما خلفتوش واخيرا ربنا اداكل انتو عايزين خليها تمشي تروح بيتها ما تخليهاش تقعد معك اسمع كلامي شي ما قلت لها سيبيها على الله يا حمادي انا اسمعت الكلام ده وتخطى على قطي اعطى عايزة بقى هما بيقولوا الكلام ده علي علي انا انا الام الحقيقية الامنية يا ربي صبرني واعطى افتكر على اللي حصل بيني وبين طارق ابن عمتي اللي كان بيحبني قبل ما جوزي اتجاوزني وبعد ما جوزي مات لف علي وغلدت معا اتصلت بيه قلت له طارق انا حامل قال لي يا نهاري سود ازاي تعملي كده وسانيا كمان مراتي حامل لازم التفردين زي دلوقتي حالا قلت له ازاي يعني انت كنت ابتتحك علي سامي يا مين اللي حامل كنت بتلعب بيا انت تفهم لي فيه مشاكل ما بينك ومن مراتك وهتطلقني وتتجاوزني انا بقولك ايه خبر زي دا دلوقتي ماينفعشي انت لازم تنزليه انا بحبك صدقني هدير بس خبر زي دا ماينفعش اقوله لحد وماينفعش اقوله انا هتجاوز قلت له امال امتى لما بطني تكبر خلاص الكلام خلص ما بينه انا مش عايزة شوفه مش عايزة شوفه الشك تاني يلا سلام وقفلت السكة في وشه افتكرت الكلام ده كله وازاي شايماء استغلت نقطة ضعفي وخدت بنتي وكتبتها باسمها يا واحد غالبني ان ام كتر التعم لقيت شايماء جايت صحيني وتقول لي قومي يا هدير قومي فتحت عيني مش قادر فتحها بس اطلقه وقلت لها فيه ايه يا شايماء فيه ايه انا تعبان ومش قادر اقوم ارجوك سيبين قالتلي معلشي انا مشيت حماتك والله عشان تعرف تاكل انت مكلتيش من الصبح قلت لها طب قمنيه فين انا عايزة قمنيه عايزة شوفه قالتلي جو عايزة ليه قلتلي عايزة عشان اردح قلتلي لا انت مش هتردعي قمتها هستيري وقلتلي يعني ايه مش هردح بقولك ايه انا عايزة شوفه ما ينفعش مش هردحه لازم اأكل قعدت زعه وتقول لا انت مش هتشوفيها ولا تردعي انا اللي هردح عشان تتعاود علي وفعلا كانت حرماني اللي انا اقرب منه او حتى شلم كانت دايما تردح لابن صناعي عشان تستغنى عني وبعد كام يوم احمد رجع مصطفر ما كانش مصدق نفسه طلع يجري على القوض باصل شايماء وقال لها شايماء حمد الله عالسلام اخيرا اخيرا شايماء بقى لنا بنت قالت له حمد الله عالسلام يا احمد انا فرحانة قوي الحمد لله ربنا حقق امنيت باصلها وقال لها بقولك ايه انا هعمل لها احسن سبوع ويجيب لها احسن هداية سبوع يتحكي بيها العيلة كلها وفعلا احمد نزل جاب حاجات كتير قوي عشان يعمل لها السبوع وكان فرحان بيها قوي وجاب لها دهب وهداية كتير وعزم العيلة كلها حتى طار كان عزمه من ضمن الناس وبعدين ماما جات يوم السبوع كنت انا مش قادر منقطر الشغل كنت تعبانا قوي مش قادر اقفع رجلي ماما بسيط له وقايت لي ايه يا بنتي انت شكلك عامل كده ليه قلت لها مفيش يا مام من قلة ترنون بس والصغر قايت لأ انت لازم تحافظي عن نفسك لازم ترتاح ماينفعش كده روحي بيتك يا حبيتي ورتاح قاعد انت وابنك قلت لها معلش يا مام انا لازم معدلغات متشد حال في الوقت ده لقيت طارق داخل علينا كنت عايز اقوم يمشي لقيته بيقول لي ازايك يا هدير عاملة ايه في الوقت ده ماما قامت وقالت له قاعد طارق يا حبيبي دلوقتي عدما جيب لك حاجة سقة الشاب لما ماما مشت استني لو سمحتي يا هدير قلت له انا مش عايزك مش عايز اسمع حاجة منك قال لي بقولك ايه خلاص بقى نيجي مع احمد ونقول له اشمعنا مراته حاملت دلوقتي يعني مع انهم متجوزين من بدري انت فاكراني عبيتي يا هدير ولا ايه البنت دي بنت قلت له بنتك ازاي انت بتتكلم ازاي وانا حافظ على الحامل ده ليه قدام انت سبتين قلت له وقال لي هدير صدقيني والله انا بحبك وهو بيتكلم لقيت سمي يا مراته داخل علينا سيته يتكلم لاخر عشان هي تسمعه وبيقول ايه وفعلا سمعته بيبص وراه اتصدم منه قلت له انت بتقول لي يا طارق انت بتقول لي انت بتحبها طارق لو سمحت طلقني طلقني دلوقتي حال طارق بصت له وقال لها ايه دي بس يا سمي ايه دي عشان الحامل زعقت له وقيت له ملاكش دعوة بالحمل انا قلت لك طلقني كنت فرحانة قوي اللي هم اتخلقوا مع بعض وسامي عارفت حقيقته قلت لهم لو سمحتوا حل لي مشاكلكوا برا ووضطوا صوتكن تبش في بيتكم طارق خد سامي ومشي بعد ما كانت مصممة لها تطلق واليوم عد على خير وكان يوم حلو قوي بالليل كان احمد برا وشايماء كان في الحمان ولقيت صوت امنية بيعيط طلعت يا جرع لي لقيتها مفتورة من العياط خدتها وشلتها رضعتها وسكتها كنت مبسوطة اول انا شايلة اول ما شايماء دخلت علي وشافتني وانا شايلها بصيتلي وقيتلي انت بتعملي ايه قلت لها اصل والله كان بتعيط وزميت صوتها وسكتها بس على ما تطلع من الحمان زعقتلي وقيتلي هو انت حمارة انا قلتلي كم مرة ما تعمليش كده وما تردهاش قلت له الغزمين عني انا سمحتها بطعيط وما قدرش سيبها طعيط أكتر من كده انا ما ميته وانت عارفة كلام ده كويس في الوقت ده احمد كان دخل علينا كنا خايفين قوي اللي كن سمح حاج زعى لشايماء وقال لها في ايه يا شايماء انت بتزعى لها هدير كده ليه سبتهم وطلعتهم القود لقيتها بتقول له انا دخلت لقيتها شايلة امنية بصت لها باستغراء وقال له ايه يعني ما تشيل قمناه ايه يا بنتي ايه المشكلة في كده قالت له لا ما هيك اللي بتردح احمد انصدم الكلمة ما نعراش هيعمل ايه بعد كده يا طرح احمد هيفهم الكلمة ازاي وهيعمل ايه معاي ده اللي هنعرف في الحلقة الجاي ادعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اشتركوا في القناة